السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت 7 أيلول سبتمبر القمر اليوم موجود في برج الميزان لغاية الساعة 5 و 18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم السبت وبعدها القمر رح ينتقل لبرج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية بعد عصر يوم الاثنين الساعة 5 و 25 دقيقة بتوقيت جرينتش القمر الآن موجود في منزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة طبعا الآن هو موعد بث الحلقة وموجود في منزلة الزبانية رح يظل موجود في هاي المنزلة حتى تمام الساعة 8 و 35 دقيقة من مساء الجمعة بتوقيت جرينتش بعدها بدو ينتقل لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 40 دقيقة من مساء اليوم السبت بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للضفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه ما زال موجود في برج الميزان معناته منظل نشعر بقوة العاطفي وبرضه منظل فترة ممتازة لتقوية الرابط العاطفية أو للعلاقة مع الأحبة أو لتحسين العلاقة الزوجية اللي كان فيها بعض التوتر في الفترة الماضية منكون نشطين أكثر اجتماعيا من ميلة الاسترخاء والتأمل وبيكون الحب والرومانسية واضحين بين العشاق لكن الغيرة بتظل بتلعب دور في علاقة جديدة أو علاقة فيها بعض التوتر خلال هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية يمكننا تنفيذ مشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة ترتيب وتزيين أو ديكور المنزل أو المكتب أو شراشة جميل ومميز بالنسبة للزواهي الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية بطيئة لها تأثير تقريبا ثلاث أيام ورح تستمر ثلاث أيام قادمة هي زاوية التربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس هاي زاوية ذروتها اليوم رح تكون الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتصيبنا بسبب هاي زاوية حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل المسائل اللي بتأرقنا كمانها بتجعلنا عصبيين المزاج ومنرتكب الأخطاء وبنتهور وهذا الوقت غير صالح للشراكات ولا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة مرضو بتخلق لدينا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام تجعلنا عصبيين نرتكب الأخطاء نتهور وهو وقت غير صالح زي ما ذكرنا للشراكات بالدل برضو دوليا على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا بتكون الكتابات السياسية مدعمة لليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات للحركات النقابية واحتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كمان هتشهد هاي الفترة قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافي والكتاب للمتابعات القضائية أو الاعتقال وبتدل على فضائح أو تسريبات صحفية أو إعلامية يعني بتكون مفاجئة شوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبتتوجه اهتماماتنا للأمور الخفية والغامضة وبتقوي من شهوانيتنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي مدته عشر دقائق طبعا رح يبدأ الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج ورح ينتهي الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وثمانتاشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج خلاص القمر بنتقل بيستقر في برج الأقرب فعشان هيك من ساعات الصباح وما بعد ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا إحنا بحاجة في هاي الفترة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي فيمكن أن ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء منزل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي ما بعد الانتقال وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثمانية وثلاث وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية من الآن وحتى ساعة الصباح عندنا الكلاء والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضل اللمس البنكرياس الأنسلين أسفل الظهر والزايد الدودية أما من ساعات الصباح وما بعد يعني طيلة النهار عندنا الأعضاء التناسلية عندنا المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد البرستاتا عظم العانا والجينات بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما فيه أي مشكلة لإجراعي العمليات الجراحية خلال هذا اليوم أيضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه رح يستقر في برج العقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين بيبدأ الساعة 5 و 11 دقيقة بعد العصر وبيستمر حتى تمام الساعة 5 و 25 دقيقة بعد العصر أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 5 أيام الساعة 6 و 58 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش نبدأ باليوم السادس نسبة الإضاءة 19% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العذرة حتى يوم 22 تسعة منتحسة بنسبة 40% القمر في الميزان زي ما حكينا لساعات الصباح وبعد يمدي انتقل للعقرب ورح يظل في العقرب حتى تسعة تسعة سعيد بنسبة 60% الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة 45% ساعة المساء سعيد بنسبة 70% عطارد في الأسد حتى يوم تسعة تسعة سعيد بنسبة 10% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 تسعة سعيد بنسبة 15% المريخ في السرطان حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشرة منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجح حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% قرانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 30-1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت بيتراجح حتى يوم 17-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 12-10 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل ويتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم ولكن بدك تتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية أهمش أنه ما تهملوا صحتكم تصبح الأجواء أكثر إيجابية وتجاوبا معك وبتلاقي أعمالك صدى طيب أهمش أنك ما تتكاسل بل سهر على العمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور واصلوا عمل كل بذاتوا فيها من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد ولا تهملوا صحتكم من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بترغبوا في تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن ممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاضر القطيعة والدعاوة القانونية لأنه خصمك قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزة بالنسبة لما وليد برج الجوزة من الآن وحتى ساعات الصباح موزعكم قضاء وقت ممتع مع أحباكم أو تعزيز العلاقة مع الأحبة أما من ساعة الصباح وما بعد بيبدأ العمل بتراكم لديكم انتبهوا لصحتكم ابتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر لها العمل وقت إضافي وحاضر من المشاكل الصحية خلال هذا اليوم برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان نتجنب وإدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو عصبية ومشاكل حائلية من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات لطف الأجواء وعاد العلاقات لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة وتعتبر بداية فترة إيجابية برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد اللي بده يتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد وانتبهوا على الطرقات أثناء قيادة السيارة بين المدن أم من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتفضلوا تركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بتكون تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية وأجهل عمر الواقع بمنطق وحاول إيجاد تسويات تحمي حقوقك ولا تفرض رأيك فترة مناسبة إلى السفر ولا الاستثمار برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة احذروا فيه أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجية ثمينة من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشطوا بالسفر والاتصالات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتكثر النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة وباستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شي إنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتظل فقدكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا لأي خطوة جديدة بل واصلوا أعمالكوا الاعتيابية من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعة الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغوا بمصهريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة وممكن تهتموا لأمور مالية أو استشفائية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب حاولوا أن تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم أخلدوا للراحة بيطرى تغيير للأفضل على صحتكم من ساعات الصباح تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقى ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس تنشطوا بين الأصدقاء أهم مش أنه ما تعتمدوا كثير على وعد بيقطعوا لكم أحدهم لأنه ممكن ما يوفي فيه وبرضو ابعدوا عن المشاكل مع رفقاكم أو أصدقاكم من الآن وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر بوصل لبيت المتاعب فهنا بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدو وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن وحتى ساعات الصباح واصلوا أعمالك الاعتيادية وما تبادروا لأي عمل جديد أما من ساعات الصباح وما بعد بتلتقوا الأصدقاء وبإمكانك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك أم مش إنك ما تستسلم بل كرر المحاولات برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اللي بده يتقدم لا امتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وحاولوا قدر الإمكان تنتبهوا على الطرقات أثناء قيادة السيارة بين المدن أما من ساعات الصباح بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع صحيح إنه في خلال هذا اليوم بعض القلق والتوتر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت تتجنبوا أي شراكة مالية وتبحثوا حساباتكم المشتركة وخففوا من النفقات قدر الإمكان أما من ساعات الصباح وما بعد بتنشغلوا في السفر أو الاتصالات البعيدة أو الامتحانات لأن هذا يوم مناسب لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة أو تناقش موضوع بقوة وذكاء وتتجرع على رفض أي شيء ما بناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر أي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة وأيضا لكثير من الأمور الإيجابية هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر